ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتبعثرت أشلائهم واستحطام المبنى الإسمنتي والحبوب المتناثرة ولم يعثر على أثر لهم فرضت السلطات طوقاً أمنياً على الموقع الذي أصبح مسرح جريمة ومكبرة في الوقت ذاته كانت الحكومة التي جرى اتهامها بالاشتراك في الجريمة مسيطرة على حرية الوصول إلى موقع الانفجار خلف الشريط الحاجز استمرت الأعمال في الموقع في السابع من تموز 2022 وبعد عامين من الانفجار شهدت نيران مشتعلة عند أساسات إهراءات المرفأ خلفت تلك النيران دماراً لما تبقى من الجزء الشمالي من الإهراءات وقع انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات على ثلاثة مراحل الحادي وثلاثون من تموز والرابع من آب والثالث والعشرون من آب وقعت المرحلة الثانية من الانهيار بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت نحن بعدنا بأربعة إيب أربعة إيب بعد ما خلص بالنسبة للإهراءات اللي عم تقلب هادي طمصبر حقيقة قالوا لنا خمسة أيام وعادونا هاي طالعوا التحقيقات هاي صارنا سنتين بعدها ما شفنا شيء متى تعاونت شبكة فبراير مع مؤسسة فورنزك أركيتكتر في صنع شهادة موحدة عن التدمير التدريجي لهذا المعلم عن طريق جمع الفيديوهات والصور والأبحاث المنشورة ولصقها معا في رأي البعض يذكر حطام الأهراءات بغياب المسائل المستمر لمأساة الرابع من آب ورغم ذلك فإنه مازال يلوح في أفق المدينة مذكرا بما وقع بسكان بيروت لقد حصلنا على بعض من التسجيلات المبكرة للدرون الذي حلق فوق الإهراءات في الخامس من آب أي بعد يوم واحد من الانفجار تحولت الوظيفة المادية لما تبقى من هذا المبنى إلى رمز ثابت في وجدان وذاكرة أهالي الضحايا وعموم اللبنانيات واللبنانيين وشاهد على جريمة لم يكشف عن مرتكبيها بعد وقد استعملنا هذه التسجيلات لتطوير نموذجا ثلاثي الأبعاد بدقة قابلة للقياس تتيح للأبحاث المتبعثرة والتوصيق مفتوح المصدر حول انهيار الإهراءات إمكانية التواجد في مكان واحد في الثالث عشر من تموز وبعد ستة أيام من اندلاع النيران في الحبوب المخمرة غطى الحريق مساحة بلغت مائتي وخمسين مترا مربعا بينما منعت السلطات الدخول إلى الإهراءات بالحاجز الأمني مما عرقلت تحقيقات العامة اجتازت النيران جميع الحواجز بينما وثقها سكان مدينة عن بعد أتت استجابة الجيش اللبناني في السادس عشر من تموز بالإسراع إلى تهدئة النيران بعد تسعة أيام من ظهورها في الحادي والعشرين من تموز أي بعد خمسة أيام جفت الحبوب المخمرة واندلعت فيها النيران مجددا طبقا إلى المهندسين في كيندلينغ وهي منظمة غير ربحية متخصصة في السلامة من الحرائق إن التغيير السريع في درجات الحرارة الناجم عن الحرائق قد يؤدي إلى انهيار مباني إسمنتية نفذت القوات المسلحة اللبنانية وإدارة مكافحة الحرائق محاولة أخرى في تهدئة النيران المشتعلة في قاعدة الإهراءات التبريد السريع قد يكون ساهم أيضا بانهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في الحادي والثلاثين من تموز وبعد أربعة وعشرون يوما من الحرائق المتقطعة وقع الانهيار الأول ومجددا تهونت السلطات المسؤولة عن الانفجار في الوقاية من حريق منتظر حدوثه تكشف مقارنة بين نماذجنا الإهراءات في الخامسة من آب 2020 وثالث من شباط 2021 أنه بينما أزالت السلطات أكثرية الحبوب المنثورة فقد فشلت في إزالتها جميعاً تركت ما يقارب عشرة آلاف طن من الحبوب مكشوفة في قاعدة الإهراءات تخمرت الحبوب المعرضة لمياه الأمطار مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة عند مائة درجة مئوية كان يمكن لبعض النيران الصغيرة وكثير منها غير مرئي أن تسبب حريقاً طبقاً لإمانويل دوراند المهندس المشرف على المبنى قد تكون النيران اندلعت مبكراً منذ كانون الأول عام 2020 لقد حفرت السلطات ثقوب كبيرة في الجانب الخلفي من المبنى كي تفرغ الإهراءات من الحبوب المخمرة وتتجنب الحريق لكن هذه الفتحات لم تلتزم بمواصفات الخبراء التي أوصت بصنع ثقوب دائرية بدأت بعض الشكوك في الاتساع من الزوايا الحادة للفتحات غير القياسية ثم امتدت تدريجياً عبر الخطوط الأقل مقاومة في المبنى الأسمنتي بعد الانهيار الثاني في الرابع من آب 2022 اتسعت الشكوك حتى وصلت جميع الثقوب قبل أن تمتدوا إلى الأعمدة المجاورة للثقوب التي لم يجري حفرها نشر إمانوال دوراند وجامعة سانت جوزيف تقريرين لقياس درجة ميل الإهراءات المتبقية في أيلول عام 2020 وبعد شهر من انفجار أربع آب مالت أغلب الإهراءات المتبقية نحو 25 سنتمتراً بعيداً عن الحفرة لكن بعد شهرين في تشرين الثاني عام 2020 سجل بلوغ الميل ثلاثة سنتمترات في الاتجاه الآخر أي باتجاه الحفرة حيث أن مساحة واسعة من الأرض تهاوت في الحفرة ولم يبق شيئاً لدعمها بمجرد أن بدأت الميل في نيسان عام 2021 استقر ميل الإهراءات الجنوبية بينما تزايد ميل الإهراءات الشمالية سريعاً نحو الحفرة جرى تسجيل هذا الميل الحاد بعيد حفر الثقوب في قاعدة الإهراءات بحلول أذار عام 2022 بعد عام تقريباً تقلصت سرعة الميل لكن التغييرات السريعة في درجات الحرارة الناجمة عن حريق تموز عام 2022 أتممت الانهيار لقد حفز انهيار الإهراءات خليطاً من العوامل تجمعها إجراءات حكومية مشكوك في كونها الإجراء الأمثل يردد هذا التدمير للدمار والإنكار التام للذكرى والأدلة صدى العرقلة التي تقيد التحقيقات المستمرة في انفجار الرابع من آب بحفظ أثار الدمار في أرشيف ركمي يعارض هذا العمل منطق الدولة السائد القائم على المحو بل يسعى إلى خلق مساحة للناس كي تكرر الطريقة التي يريدون الارتباط بها بهذا الموقع وتاريخه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر